اشتركوا في القناة على موعد مع نهائي للرجال اعتقد يوم 28 أربعة ويعني في أول مايو يلتقي أيضا نفس الفريقين البطلين العريقين اللي أمام حضراتكم في بطولة كأس مصر ونادي يعني سبورتنج يتسلم البرونز ميدل والمركز الثالث منهم ألف مبروك على هذا الأداء هذا الموسم والكابتن المدير الفني ليهم الكابتن عمر الحناوي كان من الفرق القوية جدا سبورتنج هذا الموسم واستطاع أنه يعني في أحد المباريات أمام النادي الأهلي أنه يعني يهزم بصدوبة ثلاثة مين وكان من الفرق القوية جدا وادي الكابتن أو السيد تامر بيبرس والمهندس ياسر أمر والسيدة هلاء حمزة هذا هو الكابتن عمر الحناوي المدير الفني لنادي سبورتنج بيتسلم البرونز ميدل بعد كده هيصعد نادي الزمالك أيضا على المنصة للحصول على المركز الثاني والميدالية الفرضية هذا هو لعبات الزمالك بتصعد على المنصة وألف سلامة للعابة مريم اللي عاملة عملية وطر أكيلس وأدي هونوران وأيس النديم وميلكة لوبيسكا اللي برضو لا تبتسم أبدا هذه البرازيلية اللي يعني قاطرة مشارية نشوف بقى ميلكة لوبيسكا وأنا شايف كده الوكالة بتاعتها بتادي التنزل لها فيديوهات هل ده علامة على تسويقها ولا نادي الزمالك هيجدد هل التعاقب معها هنشوف دانا شوئي وهنا الحسن وفريدة هشام وسبيلنا الحسن ويعني ياسمين نوح وداليا أشرف وهنا هشام وفريدة هشام مايا ممدوح دول لعبات نادي الزمالك وإنسل نديم ونور إيهاب عزبي بينما المدير الفني الكابتن أحمد فتحي والكابتن إكرامي والكابتن محمد أنور يعني وباقي الجهاز بيستلموا بقى المدالية الخضية والطبيبة طبيبة العلاق الطبيعي سمية ناجح والمحلل شادي فهين في انتظار صعود البطل على منصة التتويج بطل المركز الأول ودرع بطولة الدوري المصري النادي الأهلي موسم عشرين اتنين وعشرين عشرين تلاتة وعشرين إذن عزعنا المشاهدين نشهد سويا مراسم تتويج النادي على الأهلي بطلا لبطولة الدوري عشرين اتنين وعشرين عشرين تلاتة وعشرين ونقول ألف مبروكة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيبة ونائبه السيد العمري فاروق وتستلم الدرع نهل سامح كابتن النادي الأهلي وروح رياضية ويعني الكابتن هناء حمزة والمهندس ياسر أمر وشرق فؤاد أيضا والتعريف يعني والكابتن محمود الخطيب لسه بنقوله ألف مبروك يظهر الكابتن محمود الخطيب على الكدر ما في الشك نجل كبير الكابتن محمود الخطيب وله كل الاحترام والتقدير يعني شاف أنه لازم يكون موجود في هذا التوقيت يحضر ليزين يعني صدر لعباته وبينما هم بقى اللي بي يتبادلوا جدلوا أنت اللي تستحق ويعني روحة رياضية عالية وموسم شاق والأجواء الحقيقة ممتازة بنشكر للتحاد المصري الحقيقة للكرة الطائرة على هذا التنظيم الجيد للمسابقة أموما ولقاءات ماراتونية وكانت الأوقات الحقيقة يعني مضغوطة ولكن يعني وصلت لبر الأمان بيعني أقل ما هو ممكن من الاعتراضات خلاص كرينا أوكاسيو حتى هي يعني هي كمان قررت أنها تهدي الكابتن محمود الخطيب يعني الميدالي الجولد ميدالي في هذا اليوم وتواجد للكابتن محمود الخطيب ونائب أيضا بئيس مجلس صدارة النادي الأهلي العمريكا ولعبات النادي الأهلي بينادر على حمدي أساتي وكانهم برضو بيواجهونه شكر معناه كبير بينادقاتي كله كفر ويكفر أسماك كفر أيضا المدرس وياسر صلاح جزيو متعجم شكرا عزم خاصة جزيو متعجم ظهر جزيو متعجم اذا الكابتن محمود الخطيب يتسلم جرعة الدوري هذا الموسم عشرين اثنين وعشرين 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 والكابتن نهلا سامة كابتن الذي الاهلي ترفع جرعة الدوري مغروف لمادي الاهلي وجمهور هذه الانصية وليلة العيد جمهور الاهلي بابت عيد ببطولة جرعة الدوري موسم عشرين وعشرين 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 مادة واليد مادة واليد مادة واليد وفوز مستحق لهذه البطولة موسم الدوري 2022-2023 والتقاط بقى الصور التذكارية مع الدرع الغالي اللي بقولك لو سألت أي لعبة منهم هتقولك ده أغلى بطول الدوري أخدتها في حياتي يعني إن ما كانتش كمان ديالا ريس وكارينا أوكاسيو يقولوا كمان نفس الكلام مبروك للنادي الأهلي هذا الدرع الغالي جدا ومبروك لجماهير النادي الأهلي الحصول على هذا اللقب لسيما ليلة العيد كل عام وحضراتكم جميعا متاهدي أونتاين سبورت سبأ الف خير في ليلة عيد الفطر المبارك كتياتي النادي الأهلي يحتفل بطول التأدير الدوري ويهدو هذا اللقب لرئيس نديهم الكابتل محمودا شكرا مرة تانية مشاهدينا نجدد ونقول ألف مبروك للنادي الأهلي بمجلس إدارة النادي الأهلي السيد محمود الخطير ويعني الأسات زبأة العمري فاروق وخالد مرتجي ومحمد الجرحي ومية عاطف وطارق قنديل ومحمد الضماطي ومحمد شوقي ومحمد الغزاوي ومهند مجدي ومحمد صراق وحسام غالي كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ألف مبروك وأدنا مخالد العوضي أيضا مدير النشاط الرياضي لهذا الفريق اللي شفناه ظهر بقى أثناء المباراة بسوب مشجع يعني ألف مبروك للمهور النادي الأهلي هذا اللقاء وكل عام وحضراتكم بألف خير أعزائنا المشاهدين الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة سعدت بحضراتكم كان معكم المعلق الرياضي محمد عبدالعظيم ليلة العيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة